اجتماع رئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء تصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماعات ناولا متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تدعية الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وخلال الاجتماع وجه السيد الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدر عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم مليون أسرى إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية وكذلك صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرى لمدة 6 أشهر قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا كما تشمل الإجراءات تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كاراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة وبواقع عدد 2 مليون كارتون شهريا بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة إجراءات الحماية الاجتماعية تشمل كذلك قيام وزارة الأوقاف بشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعية بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام وكذلك قيم وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد والبالغ إجمليها حوالي 11 مليار جنيه وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد كذلك استعراض في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليا والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز والسلع التموينية والدعم النقدي المتوسط ودعم برامج الصحة وصناديق التأمينات والمعاشات ودعم الإسكان كما أشار الاجتماع إلى أن إجمالية الإنفاق على هذه الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض كذلك تطور برنامج تكافل وكرامة على مدار السنوات الستة الماضية خاصة ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف أضف المتحدث الرسمي أن السيدة الرئيسة تبع كذلك الموقف الحالي لمغزون السلع الاستراتيجية الأساسية خاصة الحبوب والغلالة والزيوت حيث تمت الإشارة إلى أن مغزون تلك السلع يكفي لمدة سبعة أشهر وأن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مؤجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية شكرا